يتوجه يوم الثلاثاء المقبل أن ناخبون ممن يحق لهم الاقتراع ضمن السن القانوني للإدلاء بأصواتهم لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر حيث سيخوض المعركة الانتخابية 1674 مترشحاً من بينهم 360 مترشحة ضمن 294 قائمة للتنافس على 130 مقعداً بمجلس النواب ويشار أن عدد المترشحين المسيحيين لانتخابات الدورة القادمة بلغ 79 مترشحاً ومترشحة موزعين على ثماني محافظات وهي العاصمة والبلقاء والزرقاء ومادبة وإربد والكرك وعجلون وفي ذات السياق أعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاوني أنه سيتم إجراء حظر شامل بعد ساعة من إعلان نتيجة الانتخابات وحتى صباح الأحد الخامس عشر من تشرين الثاني ليتم وقتها القيام بوقفة على الوضع الوبائي